قرر النظام رفع كلفة الحصول على جواز سفر فوري مستعجل داخل سوريا من مليون ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة في منتصف الشهر الجاري وذكر مصدر لموقع هاشتاغ المحلي إن الحصول على جواز السفر الفوري سيكون في نفس يوم تقديم الطلب ومن دون الحاجة إلى حجز دور عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لجوازات السفر مضيفا أن الجواز الإلكترونية بصدد صدور قريبا قبل نهاية الشهر الحالي هذا وكانت إدارة الهجرة والجوازات قد أوقفت إصدار جوازات السفر المستعجلة عبر المنصة الإلكترونية في أيار الماضي رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام جور نقل الركاب بين المحافظات وبعد قرار الوزارة بلغ سعر التذكرة الباص بين دمشق واللاذقية واحدا وعشرين ألف ليرة سورية لرجال الأعمال وخمسة عشر ألفا للباص العادي وبين دمشق وحلب أربعة وعشرين ألفا وخمسمائة ليرة ودمشق حما عشرة ألفا وتسعمائة ليرة سورية يذكر أن هذه الأسعار غير نهائية حيث لا تزال بعض الشركات تعمل على تعديل التسعير وبعضها الآخر لم يعدل إلا أن هذه الأسعار هي الرائجة كشفت مصادر خاصة لموقع تلفزيوني سوريا استقالة العشرات من سائق مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية من وظيفتهم على خلفية تزايد استهداف المسيرات التركية لمواقع قصد وتحركات قادتها في شمال شرق سوريا وأضافت المصادر أن غالبية المسؤولين أصبحوا يقودون سياراتهم بأنفسهم حاليا كما أنهم يتجنبون الخروج من المدن والبلدات التي يقيمون فيها بشكل دائم مشيرين إلا أن المسؤولين العسكريين والمدنيين أصبحوا يداومون في المراكز المؤقتة بدلا من التنقل بين المدن والبلدات التي توجد فيها المراكز الرئيسية لقيادة قصد ومؤسسات الإدارة الذاتية قالت شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان أن المناطق الواقعة تحت سيطرة قصد شهدت أخيرا موجة هجرة كبيرة من الشباب باتجاه أوروبا عبر تركيا وأضافت أن مئات شبان دخلوا الأراضي التركية عبر طرق غير شرعية من مدينتي رأس العين وات الأبيض بهدف الوصول إلى أوروبا مشيرة إلى أن موجة الهجرة هذه لم تشهدها تلك المناطق منذ عام 2015 ومرجعة أسبابها إلى الانفلات الأمري في المنطقة وانهيار قيمة العمل والغلاء الفاحش والتجنيد الإجباري الذي فرضته قصد على أهالي المنطقة بالإضافة إلى الخوف من خطف الأطفال من قبل قصد بهدف تجنيدهم نفذ عدد من موظفي المجلس المحلي في مدينة جرابلس وعمال النظافة في مدينة ألباب بريف حلب الشرقي إضرابا عن العمل وذلك احتجاجا على تدني الرواتب وإلغاء المستحقات الإضافية لهم وانخفاض قيمة الرواتب والإجور وبث ناشطون مشاهدة تظهر استمرار إضراب الموظفين لترد الأوضاع الاقتصادية وقلة الرواتب التي أصبحت لا تتناسب مع الأسعار وتكاليف المعيشة هذا وطلق العمال خلال وقفتهم الاحتجاجية وعودا من أحد المسؤولين في مدينة الباب بأن مطالبهم وصلت إلا أن العمال أكدوا بأنهم لا يأخذون هذه الوعود المتكررة على محمل الجد ولن يعودوا للعمل حتى توقيع قرار رفع الرواتب والإجور ختام نشرة أحوال حلقة اليوم أما الآن فإلى ملفات الليلة ونبدأها بأزمة الخبز في دمشق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر